الإيمان البتاع الخلاص بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه الإيمان الديناميكي الحي اللي هو بيطلع حياة الإيمان ده ايه مش مبني على معاميات ده مبني على كلمة الله نعم الصادقة وطبعا انت تعرضت الموضوعات في حلقات كثيرة عن صدق كلمة الله والدوكومنتيشن بتاعتها والوثائق بتاعتها إذن الإيمان بالخبر بالزبط والخبر بكلمة الله وهذا الخبر مؤكد فإيمان مبني على كلمة الله الإيمان الديناميكي ده يشمل الإنسان كله لأن الإيمان الميت بيشمل العقل بس الإيمان بتاع الشياطين بيشمل العقل والعواطف الإيمان بتاع الخلاص بيشمل العقل وبيشمل المشاعر وبيشمل الإرادة وبكده بقول يا رب أنا بتوب عن خطيتي وعايزك تمتلك حياتي ساعتها ده هتحصل الوصلة بيني وبين الله ساعتها بكي أني زبطت الريسبتور بتاعي المستقبل بتاعي ده على الموجة اللي الله باعتها فهيشوف الله والله هيتمجد في حياة الإنسان بعد كده فالإنسان في الإيمان الكامل بيكون العقل بيفهم الحقيقة القلب بيشتهي الحقيقة الإرادة تتصرف بناء على الحقيقة وده هو الإيمان اللي احنا عايزين نعيشه علشان نقدر نتمتع بشركة حقيقية مع الله يعني أنا بتذكر الإبن الضال وأنت بتتكلم تلات مواصفات ندم بالزبط حزن على خطيته بعدين مكتوب ففكر في نفسه قائلا يعني عم بيخد قرار أقوم وأذهب إلى أبي فقام يعني فأخذ الخطوة الإرادة فكر وأخذ الإرادة بالزبط وده اللي نتمنى أني كل أحباءنا المشاهدين يتمتعوا به مش مجرد أفكار عن الله يعني بقى بالناس يقولك آه أنا واثق أني في قوة وراء العالم الله مش بس قوة الله شخص عايز يكون له علاقة مع الإنسان اللي هو خلق على صورة الله وشبهه فالله اللي عايز يكون في العلاقة دي موجودة في مشكلة كبيرة وهي الخطية والله قدوس تمن الخطية الموت الرب دفعه فأنا من حقي أني يكون لهذه العلاقة مع الله موسيقى